هي فترة شهر تقريباً نمت بيها حرفياً بالشارع بعد ما يعني إجيتي من الحلة إلى بغداد يمقى رايبتش وصار خلاف معين وطردتش بين قوسين بجملة شون توصفين هاي الفترة؟ إذا أقدر أقول هاي أصعب فترات حياتي بس بنفس الوقت درسي الأول بالنسبة لي إذن أنت بهذا وقت شنتي موظفة بالعراقية إذن أنت بعدني متدربة يعني لم تقلق تسكني بسكن المحافظات؟ لا لا أعدني متدربة يعني لا أعدني عقد ولا تعيين ولا أي شيء في المتدرب ما يحق للا راتب ولا سكن ولا حتى ملابس اللي صرفوها هاي بعد ذاكرة رجعت فاينمت بالشارع يعني داوا الصور بالقناة تطلعين من القناة أين تروحين؟ للشارع واو ماكو غير الشارع يعني نوبات اكل ويا صديقات ونوبات يعني اروح ويا صديقاتي لبيوتهم بس مثل ما يقولون عظم ابن نادم ثقيل ترى فلازم ترجع للشارع زين، واحد اول شي يدور بباله ليش ما رجعت يوم اهلتش؟ ما ريد احس بالفشل اهوان انت اباتيني بشارع لا عندي شارع اهوان ولا افشل بحياتي يعني ما ريد هاي الكلمة اسمحها دائما بانه اللبنية فاشلة 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 بكل شي ما ريد اسمح هاي الحجاية انت طلعتهم وتحديتي اهلتش مباشرة اكيد اكيد انا ما تحديت اهل تحديت المجتمع لانه المجتمع هناك بالحلة يعني ينظرون دائما للبنية بانه طرف ثاني او شي ثاني بالنسبة اليهم بحياتهم فليش انا ما اصير الاولى فالحمدلله توفقت وصح يا هاي الفترة صعبة صح تأذيت بيها هذ الشهر بس تعلمت منه هواي شو ذكرى مضغيب عم بارش؟ بأنه جنة جوعانة بذاكل وقت جوعانة جوعانة حيل كانت الفترة ليل نايمة بموقف مع الباصات فيجاني واحد كأنه ربك دز علي جايب لي أكل يا الله ولا أنسى شكلي ولا أنسى شكلي ولا أنسى المعون اللي جايبة ولا أنسى كل شي فيج اللحظة صدق دمعت شنو قلتش؟ قل لي هاش بدي يا عبي بس أكلت بوقتها بس قلت يعني الحمد لله والشكر رب العالمين واقف لي وأتمنى أشوف لهذا الشخص أتمنى لي أنه بعد بذاكرتي محفور أتمنى أشوفه بوقت الجوع ش أنت تسوين؟ بوقت الجوع يا أم ما أصبر نفسي ترى باعة حقول لك شغلة ترى هواية مرت علينا هاي سوال فوال الجوع طبعا مرينا كنا بظروف لكن مولي هالدرجة لا أكو أكثر من هالدرجة أكو ناس يعني جوزاني أرحم ناس لا يعني حتى ما تلقي هاي الخبزة وصلت بيش عفوا إنه تاكلين من الزبالة من البقايا؟ لا لا أي معناها أنتحر يستحيب مولي هالدرجة أنا سماعت إنه مرت علي شفتر تاكلين خبز منتهيم عفوا هاي صادف بالبيت بأنه كان أكو شي اسمه حضرة جوال والفترة كانت مال محرم الصفر دائما إحنا الممثلين محرم الصفر نقعد بيه اللي أنه ما وسبنا إيه يعني قبل رمضان وما بعد رمضان ذني وقنينة الغاز كانت خلصانة وفلوسها ماكو نهائيا با واحد بفلاجة ماكو شي با واحد عدي خبز معفن فاضطريت بديت اللحظة آكلة وأني عندي عزة نفس مطابعية ما أدق باب أحد وأقول لطيني ولا أقول لهم جوعانة حتى لو كانت أخويا لو كانت أمي لو كانت أبويا فهم رب العالمين با وعت لرب العالمين قلت لرب ترضاها فهم رب العالمين دزلي ملاك بديت اللحظة دقوا الباب عليها جايبين ثواب طقيت من البتش يا أمينا أنا مو عندي غير بس البتش طقيت من البتش لي أنه بوقته إجاء بوقته كأنه رب العالمين يقول تراني موجود وياتش لا تخافين هبا أنتي تفاجئني ويني تحشين لأنه إحنا يعني من زمن كل الوسط يعرفوش ما يتوقع أني مريتي بحالات مادية صعبعا أنه ما تحشين أكيد لأنه ليش أحشيها يعني هاي هذا أشياء خاصة بي يعني الوسط الفني لهم شغل بس بشغلي حياتي الشخصية لا